اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الممكن اجراء فيها هذا الاستطلاع الذي تتوفر فيه الاطر الاحصائي الممكن لسحب عينات ممثلة للمجتمعات من ناحية ويمكن اجراء الاستطلاعات فيه وهو يهدف الى قياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية والقيم الدموقراطية لدى المواطنين اذا بنلاحظ بدأنا احنا باجراء هذا الاستطلاع في عام 2011 السنة 2014 هو الاستطلاع الثالث وبدأنا في 12 دولة الان نجري في 14 دولة عربية بدأنا ب16 1192 مستجيبا موزعين على البلدان العربية الان 26 372 سوف تعلن نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 خلال عشرة ايام فهذه هي نتائج مبدئية لغايات المؤتمر اذا بتلاحظهم في توزيع البلدان التي نقوم بتغطيتها في العالم العربي نحن نغطي جميع البلدان الموجودة في اللون الاخضر واذا بتلاحظوا سوريا مضللة لانه هذه السنة قمنا باستطلاع للاجئين السوريين الموجودين في الاردن ولبنان وتركيا وفي المناطق الشمالية من سوريا المحاذية للحدود التركية السورية فيه بس بضع الدول اللي ما قدرنا نعمل فيها الاستطلاع بكل الأحوال احنا منقدر نحكي انه هذا الرأي العام العربي لأكثر من سبب اولا البلدان التي نغطيها تمثل عدد سكانها يمثل اكثر من 90% من سكان العالم العربي قضية الثانية انه هناك بلدان ممثلة لجميع الأقاليم الموجودة في المنطقة العربية يعني الجزيرة العربية المغرب وشمال أفريقيا وادي النيل المشرق العربي عندما يجري احتساب نتائج المؤشر العربي لا نقوم بحساب النتائج على حسب الوزن السكاني للدولة الواحدة بمعنى آخر نحن نتعامل مع كل بلد عربي كأنه وحدة مستقلة ومعدل الرأي العام العربي هو معدل النتائج في كل بلد عربي وبذلك مثلا مصر اللي عدد سكانها كبير أو المغرب لا يطغى رأيها على الكويت أو الأردن أو لبنان اللي عدد سكانهم أصغر بكثير أو أقل بكثير من تلك الدول نقوم إحنا من أجل تنفيذ استطلاعات الرأي على أسس أكاديمية وعلمية نقوم بعقد مجموعة من ورشات العمل يكون بها خبراء في العلوم السياسية وعلم الاجتماع واستطلاعات الرأي تناقش الاستمارة تناقش الأسئلة ثم نقوم بإجراء عينات قبلية في خمس بلدان عربية من أجل التأكد على أن هذه الاستمارة تقوم بعمل جيد العين المستخدمي هي العين الطبقية العنقودية متعددة المراحل الموزونة الذاتية المتناسبة مع الحجم بمعنى يكون هامش الخطأ في كل بلد من البلدان التي ننفذ بها ما بين 2% لـ 3% زائد أو ناقص نسبة الثقة فوق 98% بمعنى آخر يكون لكل مواطن في البلدان التي ننفذ بها استطلاع الرأي لديه فرصة الظهور بالعينة ونستطيع أن نحلل نتائج استطلاعنا على مستوى المحافظات أو الولايات التقسيمات الإدارية على المستويات التعليمية وأيضا على مستوى الفئات العمرية المختلفة وبذلك يكون المؤشر العربي هو أضخم مشروع بحث استطلاعي إمريقي يجري سنويا في العالم العربي أكان من حيث حجم العينة أو كان من حيث تمثيله للرأي العام العربي أو كان من خلال الموضوعات غير المسبوقة التي يتم تناولها باختصار شديد الموضوعات الرئيسية للمؤشر العربي هي الأوضاع العامة لمواطني المنطقة العربية تقييم الرأي العام تجاه مؤسسات الدول وأداء الحكومات تجاه الرأي العام نحو الديمقراطية المشاركة السياسية والمدنية دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية اتجاهات الرأي العام نحو المحيط العربي ومصادر تهديد الأمن الوطني والثورات العربية أو الربيع العربي أنا سوف أذكر مجموعة سريعة من نتائج المؤشر العربي قبل أن نتحدث عن اتجاهات الرأي العام نحو الولايات المتحدة الأمريكية يظهر لدينا ومن خلال الأسئلة المفتوحة أن المواطنين في المنطقة العربية يعرفون الديمقراطية من خلال مفاهيم الحريات السياسية والمدنية ونظام حكم دموقراطي والعدل والمساواة 12% فقط يتحدثون عن الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية أغلبية المواطنين في المنطقة العربية تفضل نظام سياسي دموقراطي وفي عام 2014 عنا 73% من مواطني المنطقة العربية ينحازون إلى النظام الديمقراطي على الرغم من أن أكثرية المواطنين في المنطقة العربية يفضلون نظام الحكم الديمقراطي إلا أن هناك ضعف في الممارسة الديمقراطية ضعف بنيوي إذ أن أغلبية المواطنين في المنطقة العربية غير منتزبين إلى منظمات طوعية غير منتزبين إلى أحزاب سياسية ولا يشاركون في الانتخابات العامة في بلدانهم كانت انتخابات تشريعية أو رئاسية ونلاحظ أنه قديش عدد الناس الذين يقولون في هذا الشكل أنهم غير منتزبين إلى أحزاب سياسية ولا يوجد حزب سياسي يمثلهم أيضاً واحد من النتائج المهمة أن أغلبية المواطنين في المنطقة العربية تعرف نفسها بأنها متدينة إلى حد ما هناك بحدود 20% إلى 25% يقولون أنهم متدينين جداً وهناك بحدود 10% يقولون أنهم غير متدينين يعني كأن هناك قطبين غير متدين ومتدين جداً وأغلبية الرأي العام تقول أنها متدينة إلى حد ما مع أن الأغلبية تقول أنها متدينة جداً أو متدينة إلى حد ما هناك شيء مهم أن 58% أغلبية الرأي العام ترى أن الالتزام الديني هو أخلاق، معاملات جيدة، قيم وسمات جيدة فقط 38% يقولون أنه إقامة الفروض والعبادات الدينية ومع أن الأكثرية تقول أنها متدينة جداً أو متدينة إلى حد ما لكن 53% من المواطنين في المنطقة العربية يؤيدون فصل الدين عن الممارسات الاجتماعية والسياسية كما يبين الشكل بالسنوات المختلفة اليوم 53% في 2014 يؤيدون ذلك الآن ننتقل إلى الموضوع الرئيسي كان هذا جزء حول المؤشر ننتقل إلى الموضوع الرئيسي حول اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الولايات المتحدة في حقيقة هناك جزء من المؤشر في عام 2014 جزء من الأسئلة التي تتغير كل سنة كان حول اتجاهات الرأي العام نحو الولايات المتحدة وروسيا ونحو بعض القوى الإقليمية في المنطقة مثل تركيا وإيران نحن سوف نعرض نتائج المتعلقة في اتجاهات الرأي نحو الولايات المتحدة الأمريكية سوف نعرض نتائج مدى معرفة المواطني المنطقة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية واتجاهات الرأي العام نحو الولايات المتحدة ودورها في المنطقة وأهدافها وسياساتها الخارجية واتجاهات الرأي العام نحو مجموعة من القيم والسماعات في المجتمع الأمريكي والإجراءات التي يجب أن تقوم بها الولايات المتحدة من أجل تحسين صورتها في المنطقة العربية قمنا ببحث مطول ومعمق من أجل أن نصيغ هذه الأسئلة بحيث أن تكون محايدة والتجأنا في أكثر من مرة إلى أسئلة إلى صيغة السؤال المفتوح حتى نعرف كيف يفكر المواطنين أن لا نعطيهم عبارتين أو عبارة ونطلب منهم أن يوافقوا عليها أو لا يوافقوا عليها 29% من مواطني المنطقة العربية قالوا أنهم يعرفون الولايات المتحدة معرفة جيدة جداً أو جيدة 42% قالوا أنها قليلة و24% قالوا بالكاد أنهم يعرفون عنها شيئاً 24% هذه نسبة مرتفعة في ظل مدى انغماس الولايات المتحدة وحضورها في السياسات العربية الداخلية أو الإقليمية الموجودة في المنطقة بطبيعة الحال لم يكن لدينا هناك أسئلة تتأكد هذا التعريف الذاتي لمعرفتهم في الولايات المتحدة للتأكد موضوعياً من مدى معرفتهم لم نسألهم عن أحداث محددة أو عن شخصيات سياسية أو فكرية أو فنية في الولايات المتحدة نجد أن هناك معرفة المستجيبين في الولايات المتحدة مختلفة بين مجتمع عربي ومجتمع آخر فنستطيع أن نقول أن المعرفة مرتفعة لدى المجتمع الكويتي والسعودي لكنها منخفضة في بلدان مثل موريتيانيا والجزائر ومصر وإذا بتلاحظوا من خلال الرسم مثلاً في مصر 44% قالوا بالكاد نعرف عنها شيء 29% قالوا أنها معرفة قليلة المعرفة الجيدة جداً كانت فقط لـ 3% من الرأي العام المصري 11% قالوا معرفة جيدة تزداد المعرفة لدى الفئات الأكثر شباباً والفئات الأكثر تعليماً في المنطقة العربية مصادر المعرفة عن الولايات المتحدة الأمريكية هو أولاً وسائل الإعلام ثانياً الأفلام ثالثاً الأصدقاء والأقارب والمعارف 10% من المدرسة والجامعة أو عن طريق الإنترنت 8% إذا أخذنا بعين الاعتبار من خلال استطلاعاتنا أن المواطنين في المنطقة العربية يعتمدون على القنوات التلفزيونية لمتابعة الأخبار وللحصول على معلومات نجد أن أكثر من نصف المجتمع العربي يعتمد في معرفته على الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وسائل مرئية يا إما السينما يا إما التلفزيونات التي تعطي أخبار يا إما محطات التلفزة الموجودة والتي تعرض أفلام أمريكية ويتابح المواطنين ولذلك حتى إذا كان هناك نظرة سلبية عن المجتمع أو الثقافة الغربية فجزء منها هذه الأفلام بالذات التي تختار من قبل محطات تلفز محددة تختار أفلام محددة تعرضها للمواطنين العرب وهي أغلبها أفلام أكشن وأفلام تعطي صورة نمطية عن الولايات المتحدة اتجاهات الرأي العام نحو الولايات المتحدة عندما سألنا المواطنين ما هي نظرتهم ما هو رأيه نحو الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا أن 26% قالوا أن نظرتهم هي إيجابية أو إيجابية إلى حد ما بالمقابل نصف الرأي العام العربي يقول أن نظرتهم للولايات المتحدة سلبية بطبيعة الحال كما أشرت نحن سألناهم سؤال لماذا لماذا نظرتهم إيجابية ولماذا نظرتهم سلبية الذين قالوا أن لديهم نظرة إيجابية أعطوا مجموعة وهذا سؤال مفتوح هذه هي مفردات المستجيبين الذين قمنا بسؤالهم الذين قالوا أن نظرتهم إيجابية قالوا أن الولايات المتحدة دولة دموقراطية وتدعم الدموقراطية وتحترم حقوق الإنسان 7% من العين أنها تقدم المساعدات الاقتصادية للبلدان أو الشعوب العربية أو بلدهم بصفة خاصة 4% دولة متقدمة ومتطورة تكنولوجيا وحضاريا 4% الإعجاب بقوة الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا كقوة عظمة 2% سمات إيجابية لدى المجتمع والشعب الأمريكي 2% علاقات جيدة مع الدول العربية 1.3% أقل من 1% تعمل على محاربة الإرهاب والتطرف اللي هو نقطة أساسية خلال الـ 14 سنة الماضية على أجندة الإدارة الأمريكية هو محاربة الإرهاب والتطرف وتعمل على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة أقل من 1% المستجيبون الذين قالوا أنهم يحملون وجهات نظر سلبية اتجاه الولايات المتحدة ذكروا العديد من الأسباب أولها دعم إسرائيل ومساندتها 12% 2% تحاول فرض سيطرتها على المنطقة والاستيلاء على ثرواتها وبالذات ثرواتها الطبيعية النفط الغاز إلى آخره 8% تغذي الصراعات وتهدد استقرار المنطقة العربية وأمنها 4% مواقفها وسياساتها معادية للبلدان العربية وتضرب مصالحها 5% وذكر 3% دولة احتلال واستعمار وكانوا يعودون بدولة احتلال واستعمار على تجربة العراق وتجربة أفغانستان يعني ما كانوش بيحكوا لأنه مثلا لما بتسأل عن بريطانيا أو فرنسا بيحكوا عن الاستعمار القديم لكن الآن لأول مرة عند المواطنين في المنطقة العربية دليل على أن هناك جانب استعماري للولايات المتحدة ما يهمني من هنا أن أقول أن الذين قالوا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ضد الإسلام أو مبادئ الإسلام أو ضد المسلمين كانت 2% فقط وبالنسبة لنا إحنا رجعنا إلى 17 ألف إجابة مفتوحة وكان هذا بالنسبة لنا مفاجئة لأننا كنا نتوقع مع زيادة الخطاب حول الإسلام أكان في المنطقة العربية أو في الولايات المتحدة الأمريكية توقعنا أن تكون النتائج أعلى بكثير أن المواطنين يقولون أن نظرتنا سلبية للولايات المتحدة لأنها تقوم بمحاربة الإسلام أو محو الإسلام أو إلى آخره من هذه القضايا طبعا هناك سمات سلبية في المجتمع الأمريكي أقل من 1% وهذه السمات ذات طبيعة ثقافية وقيامية لها علاقة بالأخلاق لها علاقة بطبيعة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي إذن الذين ركزوا على قضايا أخلاقية أو ثقافية كانوا أقل من 3% إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هامش الخطأ بين 2% إلى 3% في كل استطلاع فيقعون ضمن هامش الخطأ لكن هذا هو النسبة كما أشار الدكتور عزمي اليوم في الصباح أننا اكتشفنا لما كنا نطلع على هذه الإجابات أن المفردات المستخدمة هي مفردات التي كانت تستخدم في الخمسينيات والستينيات من قبل حركات التحرر من قبل اليسار الهيمنة السيطرة مصالحها على حساب مصالحنا وجزء منها له العلاقة بالعلاقات الدولية قمنا أيضا باستخدام من أجل تعميق فهمنا لماذا رؤية المواطنين للولايات المتحدة قمنا بطرح سؤال مفتوح آخر ما هو الدور الذي تلعبه أو الذي تريد أن تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة العربية لا عفوا قبل هذا قمنا بطرح تسعة عبارات صيغة هذه التسعة عبارات يا إما من خلال ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية يا إما من خلال النقاش الذي يدور في المنطقة العربية حول دور الولايات المتحدة التسعة عبارات كما ترون أنه مثلا تدعم الولايات المتحدة التحول الديمقراطي يتمتع المسلمون في الولايات المتحدة بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأمريكيون تحمل الولايات المتحدة حقوق الإنسان في العالم الثلاث نقاط هذولا جابوا أعلى نسبة عند المواطنين لكنها فقط ثلث المستجيبين أو حوالي ثلث المستجيبين من المنطقة العربية يعني ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تدعم الديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان هو يمثل تقريبا قناعة عن ثلث فقط المستجيبين بينما تسعة وأربعين ستة وأربعين واحد وخمسين بالمئة يعتقدون ليس لديهم قناعة أنها تقوم بذلك تساهم في استقرار المنطقة تنخفض النسبة من الثلث إلى ثمانية وعشرين بالمئة ثم حوالي العشرين إلى خمسة وعشرين بالمئة مقتنعين بأن الولايات المتحدة تقوم بتقديم مساعدات اقتصادية من أجل عدم فرض أجندتها أن الولايات المتحدة لا تغذي النزاعات الطائفية والعرقية الانفصالية في البلدان العربية أو أن الولايات المتحدة لا تساهم في زيادة نفوذ الحركات الإسلامية المتطرفة من خلال هذه العبارات الصورة العامة لدى المواطن العربي عن الولايات المتحدة لأنها تغذي الحركات الانفصالية في المنطقة العربية تساهم سياستها في زيادة الحركات المتطرفة والإرهابية تساهم الولايات المتحدة في انتشار الفساد المالي والإداري في البلدان العربية وتهدف من المساعدات الاقتصادية فرض سياستها أو أجندتها على البلدان العربية وبدرجة أقل أيضاً يعتقدون أنها لا تساعد في نشر دموقراطية ولا تحمي حقوق الإنسان لكن بدرجة أقل ويجب أنه نعتقد أنه نسبة جديرة بالملاحظة أن هناك أكثر من ثلث المواطنين في المنطقة العربية يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية أو أنها تحمي حقوق الإنسان تقييم سياسة الولايات المتحدة في المنطقة العربية مرة ثانية الإيجابية 13% السلبية إلى حد ما وسلبية 29% مرة أخرى السياسة الخارجية الأمريكية غير مفضلة في المنطقة العربية حتى نذهب بالتفصيل ذهبنا إلى السياسات الأمريكية اتجاه مجموعة من القضايا السياسية خلال العام الماضي ووجدنا إذا ببين مثلاً نحو القضية الفلسطينية وجدنا أن هناك حالة من عدم الاقتناع وعدم الرضا وعدم القبول بالسياسات الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة أو السياسات الاستطانية الإسرائيلية أو حصار غزة كما أن هناك عدم اقتناع في السياسات الأمريكية في العراق وفي أفغانستان هناك عدم اقتناع بدرجة أقل شوي اتجاه الثورة السورية بصفة عامة واتجاه استخدام السلاح الكيماوي في سوريا هناك عدم اقتناع باتجاه النظام الجديد في مصر بعد عزل مرسي وهناك عدم اقتناع في اتجاهات في سياسات أمريكية اتجاه الأحزاب السياسية الإسلامية واتجاه البرنامج النووي الإيراني بمحصلة النهائية السياسة الخارجية الأمريكية تعاني إشكالية في مصداقيتها وفي قبولها أو حتى ربما في فهمها وفي قبولها وفي رفضها أغلبية المواطنين في القضايا المحورية في المنطقة العربية يعتقدون أن السياسة الأمريكية غير مقبولة أو أنهم يرفضونها سألنا أيضا من خلال صيغة السؤال المفتوح عن الهدف الأساسي الهدف الأساسي التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه في المنطقة العربية وأيضا جمعنا بحدود 17 إلى 18 ألف إجابة مفتوحة بمفردات المستجيبين وصنفناها فكانت ما بين نوعين الأهداف إيجابية وأهداف سلبية الأهداف السلبية كانت 68% الأهداف الإيجابية 6% الذين لا يعرفون ورفضوا الإيجابة 26% الأهداف الإيجابية يمكن تصنف في خمس أنواع وهي نشر الديمقراطية إذا بيبين عنها أن نشر الديمقراطية ودعمها وحماية حقوق الإنسان 2% تقديم الدعم والمساعدات للدول والشعوب العربية 2% تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتعزيز علاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية 1% لكل منها ومحاربة الإرهاب أقل من 1% الأهداف السلبية ومرة أخرى المفردات المستخدمة هي مفردات لا تعكس أن الموقف السلبي من الولايات المتحدة هو موقف ديني أو ثقافي أو قيمي مرتبطة تماماً بالسياسة الخارجية المفردات لها علاقة في التحرر في الاستقلال في أن يكون العرب أصحاب إرادتهم في القرار السياسي 21% فرض هيمنتها ونفوذها على المنطقة العربية والعالم الأغلب على المنطقة العربية ولكن ذكروا المستجيبين أيضاً العالم استغلال الثروات الطبيعية للبلدان العربية ونهبها وبخاصة النفط التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وفرض أجندتها السياسية على المنطقة السيطرة الاقتصادية وإيجاد أسواق لمنتجاتها مساندة إسرائيل ودعمها والدفاع عنها لتحقيق أهدافها انتهاج سياسات معادية للعرب تؤدي إلى نشر الدمار والقتل الحيلولة دون اتفاق العرب ووحدتهم وزيادة الانقسام بينهم احتلال البلدان العربية أو استعمارها ودائماً النقطة المرجعية هي العراق وأفغانستان المواطنين العرب عندما يتحدثون عن الاحتلال يتحدثون لديهم اليوم دليل ما فعلته في أفغانستان أو في العراق طبعاً إثارة النزاعات في البلدان العربية وززرت السيطرة العسكرية والوجود العسكري قواعد قوات إلى محاربة الإسلام محاربة الإسلام أو محاربة المسلمين أو أي شيء له علاقة بالإسلام كان 1% بمعنى آخر أنه 1% من الرأي العام العربي كان يتحدث عن أهداف أمريكية لها علاقة بمحاربة الإسلام في المنطقة العربية طبعاً 1% فرد ثقافتها الذي يمكن أن يكون أيضاً ثقافي أو قيم من يصنع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وجدنا أن أغلبية المواطنين في المنطقة العربية لا يقولون أن النوبي الصهيوني يصنع السياسة الخارجية 15% فقط من المواطنين قالوا أن النوبي الصهيوني يصنع السياسة الخارجية مقارنة مع بعض الدراسات الميدانية التي جرت في 2003-2004 بعد احتلال العراق كانت أغلبية المواطنين العرب في 2003-2004 بطبيعة الحل استطلاع لم يكن بهذا الحجم ولم يكن ممثلاً لكل المنطقة العربية كانوا الذين يعتقدون أن النوبي الصهيوني هو الذي يصنع السياسة الخارجية الأمريكية بتحالفه مع اليمين المسيحي أكثر من 55% اليوم يقولون أن الرئيس الأمريكي 22% الكونجرس 20% وزير الخارجية 12% وزارة الدفاع 7% المهم في هذا الموضوع أن الموقف ضد أمريكا لا ينبع من أن هناك مؤامرة للوبي الصهيوني أو أن اللوبي الصهيوني يمثل أجندة ولا ينبع مرة أخرى من الوضع أو من محاربة الإسلام بكل الأحوال الرئيس الأمريكي والكونجرس واللوبي الصهيوني وزير الخارجية يمثلون أكثر من 50% أو 62% من المستطلعة أراؤهم الأشياء المهم الآخر أن دور الإعلام ودور الرأي العام الأمريكي من وجهة نظر العرب هو دور هامشي وغير مؤثر في صناعة الرأي العام العرب الآن سوف أنتقل إلى جزء لأنه عندما بدأنا نفكر بدراسة اتجاهات الرأي العام نحو الولايات المتحدة الأمريكية قلت أننا قمنا بجهد كبير كنا نريد أن نعرف إذا كانت هذه الاتجاهات متأثرة باختلاف ثقافي باختلاف ثقافي أو مدفوعة باختلاف ثقافي أو ديني خاصة أنه هناك طوفان من الكتابات حول الصراع الحضاري الثقافي كعامل أساسي في خلق الموقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية قمنا بسؤال المستجيبين في المنطقة العربية على مجموعة من القيم المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وعن إلى أي مدى أنها موجودة في بلدانهم أيضا المقياس كان من واحد إلى عشرة واحد غير موجودة أو أقل ما يمكن وعشرة موجودة إلى أبعد حد بمعنى إذا المستجيب قال واحد لأن الديمقراطية في أمريكا إذن الديمقراطية غير موجودة إذا قال عشرة معنى الديمقراطية موجودة إلى أبعد حد وسألنا عن التقدم التكنولوجي عن المساواة بين الجنسين عن الالتزام بالقوانين عن احترام الحرية الشخصية عن تقدير الجهد الفردي عن أنه مجتمع ديمقراطي له قضاء نزيه وعادل وسائل إعلامه له مصداقية يحترم حقوق الأقليات متسامح ملتزم دينية تعكس النتائج إلى أن المواطنين في المنطقة العربية يقيمون المجتمع الأمريكي في كل النقاط الموجودة باستثناء الالتزام الديني والتسامح بنسب أعلى من تقييمهم لوجودها في مناطقهم بمعنى آخر أن المواطنين في المنطقة العربية بغض النظر عن وجهة نظرهم النقدية أو ضد الأمريكية هو قادر أن يقدر القيم أو السمات الإيجابية في المجتمع الأمريكي ويقيمها بإيجابية أكثر من مجتمعه لكنه يعتقد أن مجتمعاته ملتزمة دينياً أكثر من المجتمع الأمريكي وهذا له علاقة بمعرفته في المجتمع الأمريكي بطبيعة الحال أولاً ثانياً يعتقد أن المجتمع المجتمعات العربية هي أكثر تسامحاً من المجتمع الأمريكي أيضاً سألنا عن مجموعة من المشاكل الاجتباعية التي يمكن أن تواجه أي مجتمع وسألنا عن الانحلال الأخلاقي الجريمة النزعة المادية التفرق العنصرية الفساد المالي والإداري التعصب الديني ضعف الروابط العائلية نلاحظ أن المستجبين في المنطقة العربية يقولوا أن هذه المشكلات الاجتماعية موجودة في مجتمعهم وفي مجتمعاتهم وفي المجتمع الأمريكي لكنها موجودة في المجتمع الأمريكي بنسب أعلى من النسبة الموجودة في مجتمعاتهم باستثناء شيئين التعصب الديني والفساد المالي والإداري يقول المواطنين في المنطقة العربية أن التعصب الديني مشكلة يواجهها المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي وهي موجودة في المجتمعات العربية بنسب أعلى من انتشارها في أمريكا وأيضا الفساد المالي والإداري أنها مشكلة يواجهها المجتمعات الأمريكية والعربية وهي موجودة في المجتمعات العربية بنسب أعلى إذا أردنا أن نستنتج من هذه القضايا التي لها علاقة في القيم نجد أن المواطنين في المنطقة العربية يعتقدون أن القيم السائدة في المجتمع الأمريكي هي قيم مختلفة عن السائدة في المنطقة العربية وهذا يبين في الالتزام الديني في الروابط العائلية في تقدير الجهد الفردي في الحريات الشخصية مع إقراره إلى أنها مختلفة كنا نريد أن نعرف إذا كان هذا يؤثر على رأيه اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وقمنا بسؤاله إذا كنت قادر وقررت أي من الدول في العالم تختار لأن تهاجر لأن تتعلم لأن تتعالج لأن تتدرب في مجال مهنتك للتجارة لقضاء رحلة سياحية قرابة نصف الرأي العام العربي يختار الولايات المتحدة إذا بنقارنها مع روسيا كانت 11 11 10 إلى 13 التجارة والهجرة إلى بلد آخر وقضاء رحلة سياحية أقل أقل شيء هو قضاء رحلة سياحية الجوز بحب أن يروحوا على أوروبا أكثر يعني النسبة التي أجت من أوروبا عالية ماذا يعني هذا؟ يعني مع وجود نظرة ضد الولايات المتحدة مرتكزة على السياسة الخارجية الأمريكية من ناحية ومع إقرار المواطنين في المنطقة العربية أن هناك قيم وسمات وقيم ثقافية واجتماعية مختلفة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات العربية مع ذلك وجهتهم المفضلة للسفر من أجل هذه الموضوعات هي الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى آخر أنهم أنهم يؤمن الأمريكيين أو يؤمن الأمريكيين على أجسادهم في العلاج وعلى عقولهم في التعليم والتدريب وعلى حياتهم في الهجرة أكثر من أي بلد آخر إذن هناك إقرار بالاختلاف لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى إلغاء الآخر أو رفض الآخر حتى نحدد بشكل أكبر سألنا المستجبين بسؤال مباشر بمعزل عن السياسة الخارجية الأمريكية ما هي نظرتك إلى الشعب الأمريكي فقط 19% من المستجبين في المنطقة العربية قالوا أن نظرتهم سلبية 43% قالوا أنها إيجابية و25% لا إيجابي ولا سلبي لا عنده نظرة لا عنده رؤية 43% إيجابي هي نسبة عالية لدى مواطنية المنطقة العربية بمعنى عندما تعزل السياسة الخارجية الأمريكية الرؤية أو النظرة للمجتمع الأمريكي والشعب الأمريكي هي نظرة إيجابية أو محايدة من أجل فحص أثر التباين الثقافي والحضاري والقيمي ما بين المواطنين في المنطقة العربية والمجتمعات العربية وموقفهم اتجاه الولايات المتحدة قمنا بعمل تقاطع أو ما بين الناس حسب تدينهم مستوى تدينهم حسب تعريفهم الذاتي واتجاهاتهم نحو الولايات المتحدة الأمريكية الاستنتاج الأول أن المتدينين جدا الذين أفادوا أنهم متدينين جدا قالوا أن وجهة نظرهم نحو الولايات المتحدة هي إيجابية بنسبة أكبر من المتدينين إلى حد ما وهي مساوية للنظرة الإيجابية اتجاه الولايات المتحدة ما بين غير المتدينين بمعنى أن النظرة الإيجابية للولايات المتحدة تتركز ما بين المتدينين جدا وغير المتدينين بينما المتدينين إلى حد ما الذين يمثلون أغلبية مواطني المنطقة العربية أفادوا بأن نظرتهم أو نظرتهم أكثر سلبية من المتدينين جدا بمعنى آخر أنه ممكن يكونوا حلفاء إذا الولايات المتحدة تبحث عن حلفاء ممكن المتدينين جدا هم اللي يكونوا الأقرب إلى وجهات نظرها أو اللي عندهم وجهة نظر إيجابية أيضا هناك بعض النتائج الملفتة للانتباه إلى أن المؤيدين للنظام الديمقراطي والذي من المفترض أنهم يتقاطعون بالقيم السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية كدولة ديمقراطية ينظرون نظرة أكثر سلبية اتجاه الولايات المتحدة من المعارضين للديمقراطية بمعنى آخر الذين لديهم نظرة أكثر إيجابية للولايات المتحدة هم المواطنين من المنطقة العربية غير المؤيدين للنظام الديمقراطي في المنطقة العربية كان هذا التقاطع مهم بالنسبة لنا بحيث أن نحدد بشكل نهائي هل هناك أثر للدين لاختلاف الدين أو عامل الدين في اتجاهات الرأي نحو الولايات المتحدة أيضا قمنا بسؤال المستجيبين في المنطقة العربية عن ما هو أهم إجراء يجب أن تقوم به الولايات المتحدة من أجل تحسين صورتها في العالم العربي أو تحسين نظرة المواطنين العرب نحوها وما هو أهم ثاني قرار أو إجراء وما هو أهم ثالث قرار إذا بناخذ العمود الأول نجد أن أهم إجراء ذكروه المواطنين يعني أهم إجراء أهم قرار هو وقف الدعم المادي والعسكري لإسرائيل 27% التوصل إلى حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية 35% بمعنى أن هناك 52% من الرأي العام العربي عندما سئلوا عن أهم إجراء يجب أن تتخذوا الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تحسن صورتها في المنطقة العربية كان قضيتين لهم علاقة في القضية الفلسطينية يا إما حل عادل حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية يا إما وقف الدعم المادي والعسكري لإسرائيل طبعاً وقف الدعم المادي والعسكري لإسرائيل من أجل الفلسطينيين من أجل القضية الفلسطينية الموضوع الثاني الذي يأتي بالمرتبة الثانية هو متنوع ما بين العمل على إيجاد حل الأزمة السورية بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري بما يتناسب مع إزاحة بشار الأسد باختصار شديد اثنين عدم تدخل في الشؤون الداخلية في بلادنا وقف دعم الأنظمة الاستبدادية 4% التعامل باحترام وكرامة مع الشعوب العربية وبعدين زيادة المساعدات الاقتصادية للمنطقة العمل على إيقاف برنامج إيران النووي زيادة المساعدات الإنسانية إذا منلاحظ نجد أن القضايا المساعدات أو الدعم الإنساني تجد في نهاية هذا الجدول بينما التركيز في رأس هذا الجدول القضية الفلسطينية ووقف الدعم لإسرائيل القضية الثانية هي الثورة السورية عدم دعم أنظمة حكم الاستبداد والتعامل بشكل محترم في احترام وكرامة مع الشعوب العربية أولاً الآن سوف أذكر الخلاصات التي بدأت التي ظهرت من خلال هذا الاستطلاع أولاً هناك موقف عند الرأي العام العربي موقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك anti-american position هناك موقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية موجود عند الرأي العام العربي أو عند مواطني المنطقة العربية ثانياً المواطنين في المنطقة العربية غير مقتنعين بأن الولايات المتحدة تقوم بأدوار إيجابية في العالم على صعيد دعم الديمقراطية وحواماية الأمن والاستقرار أو الدفاع عن حقوق الإنسان على الرغم من أن هناك ثلث أو أكثر من ثلث المستجيبين بقليل يرون أن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور في دعم أو نشر دموقراطية أو حماية حقوق الإنسان الموقف ضد الولايات المتحدة هو موقف مبني على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة العربية وبالذات الركن الأساسي له هو دعم إسرائيل أولاً والقضية الفلسطينية وسعي الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها على حساب مصالح البلدان العربية المفردات التي استخدمها المستجيبون لوصف أهداف الولايات المتحدة في المنطقة العربية أو لتفسير موقفهم نحوها هي الحيمنة السيطرة تحقيق المصالح الإضرار بالمصالح العربية الإضرار بالشعوب العربية ودعم مصالح أعداء العرب أو منافسيهم في المنطقة كلها لها علاقة بالعلاقات الدولية لها علاقة بالمصالح لها علاقة بالسياسة الخارجية والمفردات بحد ذاتها عندما نحلل المفردات هي مفردات حركات التحرر العربي الخمسينيات والستينيات والسبعينيات غابت المفردات ذات المحتوى الثقافي أو الديني أو القيمي لتفسير النظرة السلبية اتجاه الولايات المتحدة من بين 34 ألف أو 35 ألف إجابة هناك 20 مفردة فقط هناك 20 مفردة فقط لها علاقة بالدين أو الاختلاف الثقافي والقيمي مثل الشيطان الأكبر دولة طاغية إنحلال أخلاقي أو قيمي مش من ديننا دينهم يختلف عن ديننا نختلف الاختلاف الثقافي أو استهداف الدين الإسلامي كما ظهر سابقا هو عامل غير مؤثر في تغذية الرأي العام ضد الولايات المتحدة بمعنى آخر كل ما تقوم به الولايات المتحدة من الآن بجوز لخمس ست سنين لأن هذا استطلاع قيم تغيرش بسهولة تستطيع الولايات المتحدة أن تصرف مبالغ هائلة على حملات دعاية على حملات دعاية على أنه إحنا ما بنحارب الإسلام إحنا مش ضد الإسلام هذا عامل غير مؤثر المؤثر هو السياسات الخارجية وكما ظهر معنا في الرأي العام العربي يقدر أن المجتمع الأمريكي مجتمع متقدم على صعيد الديمقراطية التطور التكنولوجيا الحريات الشخصية المساواة بين الجنسين الالتزام بالقوانين وتقدير الجهد الفردي ونزاهة قضاعه يقر الرأي العام العربي أن هناك فروقات ثقافية وقيمية ما بين المجتمع العربي والمجتمع الأمريكي لكن هذه الاختلافات ليست أساس للموقف ضد الولايات المتحدة أولا ثانيا ليست أساس للنظرة السلبية عند الولايات المتحدة وليست أساس لتعاملهم مع الشعب الأمريكي فكما بينا أن الاختلاف في القيم الاجتماعية والثقافية مع هذا الاختلاف أن النسبة الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية يفضلون الذهاب إلى الولايات المتحدة كوجهة مفضلة للسفر من أجل العمل والتعليم والعلاج وكما بينا أن أكثرية المواطنين في المنطقة العربية يرون أن النظرتهم إيجابية أو لا إيجابية ولا سلبية اتجاه الشعب الأمريكي بغض النظر عن السياسة الخارجية الأمريكية باختصار شديد ليس من المتوقع أن يتغير الرأي العام العربي السلبي اتجاه الولايات المتحدة ما لم يتغير أو تغير في سياساتها الخارجية التغيير الأساسي في السياسات الخارجية هو اتجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية هذا هو يعني هذا هو الورقة الرابحة لتغيير صورة العرب اتجاه الولايات المتحدة دعم الشعب السوري وقف دعم الأنظمة الاستبدادية بمعنى آخر علاقات عامة التأكيد حول حقوق الإنسان الحديث حول أن ليس هناك مشكلة للأمريكان مع الإسلام الاعتذار عن أفغانستان أو عن العراق إلى آخره من هذه القضايا لا يؤثر في تغيير الموقف ضد الأمريكي إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية في المدى المنظور لن تغيير سياساتها اتجاه القضية الفلسطينية فسوف يبقى الرأي العام العربي ضد الولايات المتحدة الأمريكية القضية الأخرى قد يكون للولايات المتحدة الأمريكية شركاء وأصدقاء وحلفاء من أنظمة سياسية أو من سياسيين أو من منظمات مجتمع مدني أو من أحزاب سياسية لكن ليس للولايات المتحدة حليف في الرأي العام العربي الشعوب العربية لديها موقف ضد الولايات المتحدة مرتكز على موقف عقلاني مرتبط بسياستها الخارجية شكرا جزيلا على ما يبدو أن الجلسة الثانية ابتدأت وممكن أن نناقش بعض النتائج بالنقاش مع الجلسة الثانية شكرا 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 اشتركوا في القناة